من هذا المنفذ الذي يعيشون به أبناء محافظة حديدة بالحصارة الجائر من الميليشيات الحوثية وعدة اجتماعات عقدناها مع بعثة الأمم المتحدة من أجل فتح أعزام الحوثيين بفتح هذا المنفذ لكن للأسف بعثة الأمم المتحدة لم تعمل إلى الآن شيء ونقول أن هذه أكبر كائثة إذا لم تستطيع بعثة الأمم المتحدة فتح منفذ فلن تستطيع أن تنكذ اليمن بأكمله الأبناء الحديدة إذا أراد واحد من الجراحي أن يزور أمه أو أخوه في حيث يظل يسافر يومين بينما المسافة هي صقائك هذه أشياء لا يرضاها أحد لا عالميا ولا دوليا ولا محليا ونطالب على الأخوة في الرئاسة بالضغط على بعثة الأمم المتحدة من أجل أن تضغط على تلك الميليشيات الحوثية التي ما تركت شيء إلا ودمرته في اليمن ترجمة نانسي قنقر